تحدثيني عن المستقبل يعني بعد عودة الجبهة الشعبية ودخولها العاصمة ميكيلي ليلة أمس يعني هناك مستجد جديد كيف تقرأينا المستقبل يعني كيف ما هو أمنيات شعب التجراي دلوقتي وماذا يمكن أن يحدث لأنه هناك تهديدات من القادة العسكريين التجراويية أنه سنلاحق الأعداء داخل الأمهارة ونلاحق الأعداء داخل إريتريا كيف تنظرين للمستقبل هو الأحداث كما تعلم يعني كلها صارت بقراءة مع الجبهة الشعبية يعني TDF الآن هي المنادلين التجراويين اللي اجتمعوا كل الأحزاب موجودة فيها ليس فقط الجبهة الشعبية للتحرير التجراي لأن الشعب كله أيضا ينادل معهم والمستقبل هو نحن الشعب ما يريده الآن بعد هذه الحقبة والتجربة المريرة اللي مرت فيها التجراي وأهل التجراي بالعدوان عليهم من كل الجوانب ليس فقط جانب واحد فنحن لا نريد أن نبقى إثيوبيين ولا يريد أي من أهل التجراي من يريد أن يسمى إثيوبي إنما يريد أن يكون التجراي ونحن نطالب وسوف ننادل للآخر حتى تنفس التجراي عن إثيوبيا وتكون دولة مستقلة لها كيانها وتعيش مع الباقيين الجيران لأنه نؤمن بعد كده على حياتنا مع من اعتبرناهم من إخواننا سواء الأبحارة سواء الأورومو والقاليم الأخرى كلهم أمنوا ووافقوا المفتي وافق والشيخ الكنيسة رئيس الكنيسة وافق على أن تكون هذه الحرب بوركت من كل الجوانب فكيف أنت تؤمن على نفسك مع أناس يعني المفروض حتى المتدينين من كل الجوانب المفروض يدينوا هذا الشيء لكنهم قبلوا بهذا الشيء فنحن لدينا تجربة مريرة جدا وشعبنا يعني ليس فقط من ناحية نفسية إنما يعني البنية التحتية من تجراي المستشفيات المدارس الجامعات حرقوها كلها يعني ما تركوا حتى الحيوانات ما لقيت شيء تأكله الحشائش ما في شيء الإيرتريين أخذوا كل شيء على إيرتريا يعني فككوا الكمبيوترات يعني الشيء ما تستطيع تقوله في هذه اللحظات فقط يعني فضيع فضيع بالدرجة ما تتصور فنحن لدينا تجربة مريرة وكل التقراي الآن يمر بأزمة نفسية لأنه كيف من اعتبرناهم نحن أخواننا فلم أصبحوا أعداءنا وتعاونوا مع الآخرين حتى لإبادتنا لكن شوف يعني هم فكروا وقرروا يمكرون ويمكر الله والله خير الماكنين لكن الشعب لأنه مظلوم الله سبحانه وتعالى ما تركوا مع ناس طيبين من العالم أيضا الذين وقفوا بجانبه وقالوا هذا ظلم هذا لا يجوز كأمثالكم مثل قناتكم كما أخبرتني أنه عملتم برنامج كثيرة وأنا أيضا أتابع يوتيوبر مصريين كثير جدا نتكلم عن ما يحدث في تقراي وأخبروا للناس عن الجرائم الحربية التي فعلها أبي أحمد يعني التجويع وقتل النساء والسابي وكان هو أصلا من الأول إلى الآخر يكذب قال ما في حرب قال أنه نحن ديعنا مسحناهم وجعلناهم زي الدقيق فكل ما فيه مصداقية ونحن أيضا لا نؤيد الخلافة الذي يفعله الآن مع السودان ومع مصر نحن ندده جدا لأن الماء مشترك بين الشعوب المفروض أنه هذا الشيء يكون لا يحتاج أن شعب مصر وشعب السودان تهددهم هذه الدولة الغاصبة الظالمة والمفروض لكل الناس يكونون ضدهم وهدول لازم يكون يتقدموا للمحاكم العالمية ضد الجرائم الحرب اللي عملوها هو وإساس أفوركي أنا بشكري جدا سيدة سعاد عبدو من قليم التجري ومهاجرة ومقيمة في السويد شكرا لك وانت معنا من السويد متحدثة عما جرى وماجر في إقليم التجري شكرا لك